السلام عليكم اشتركوا يا جماعة اشتركوا في القناة انشاء الله تكونوا فئة صحة وفئة ألف عفية من دايتين تقريباً خلصت البارت 1 من الجزء الخامس للاكاسي دي بابل وهي مراجعتي الكاملة الحزينة اللي إذا شفتوا البارت 1 من السيزن الخامس تعفوا ليش حزينة خلينا نبدأ على هذا الشيء بداية لكي لا نكتئب كلياتنا أريد أن أبدأ بالنقاط التي تعتبر حلوة أنا أحبتها في السيزن الخامس وبعدها ننتقل للنقاط اللي ليس حلوة وبعدها نتحدث عن نهاية البارت 1 النقطة الأولى جداً عجبتني هو تناول المخرج للاحداث في السيزن الخامس دعنا نتفع عن نقطة جداً مهمة انه بعد ما خلصت السيزن الرابع كأغلب العالم كانت متفقة على فكرة ان السيزن الخامس سيكون حرب شاملة فأنا كشخص ما كنت متوقع الأحداث ما سنتمشي العشر حلقات ما سنتمشي أوكي سيكون لدينا حرب شاملة لكن المخرج ما سيتمشي لك هذه الأحداث يعني أنت اليوم قد تتحدث حرب وقتل وضرب حرب وقتل وضرب حرب وقتل وضرب عشر حلقات يعني عشر ساعات يعني ما سنتمكم للمخرج ميمل لك أنت كمشاهد والظل أنت مستمتع في هذا الموضوع هنا نرى أن المخرج يتعامل مع الموضوع بطريقة ذكية خلينا نقول بعدة نقاط خلينا نبلش فيه. اول شي هو فريق القوات الخاصة من الجيش يلي نضم على هذا السيزن. فريق قوات خاصة من الجيش الاسباني هذا بيعني انه تفي عندك ناس ما بيرحموا داخلين يقتلوا ويضربوا ويطلعوا حتى في جملة آلوة انه نحنا رح ندخل يا نقطلون يا يقتلون ما لنا مهتمين الاطلاق انه في رهائن ما عندي انا شيء اسم رهائن انا داخل ايش في حدا جوا دا اطلع او انا بموت وبضل جوا ما عندهم حال تاني فهون الاضافة كانت كتير حلوة انه هن فعلا عاطوا جو اكشن جدا جميل من التفجيرات اللي كانوا يعملوها من الخطط اللي كان يعملها القائد تابعون وهن كلهم ملتزمين فيها وكشخصيات هنه حتى انت وقتول انه فريق خاص اه جاي باخر سيزن من المسلسل فانه اوكي في عندك انت اطلع ضرب حلو لكن الشخصيات بحب ذاته انا برأي كانت موفقة وعملينا بطريقة حلوة المخرج توفق في هذا الموضوع انا اتوقع انه الشخصيات كانت مميزة وبشكل عام هاي الاضافة عاطت تميز وعاطت اكشعور حلو للمشاهد انه انا ماليمة لانه في شي جديد في شي حلو عبينعمل في مشاهد الاكشن فهي اول نقطة انا اعتبرتها ايجابية النقطة التانية واللي انا دايما بحكي عنها هو الجو اللي بيعمل لك يا من ناحية الاكشن انا كتير بمبسط فيو وانا كتير معجب فيو واحد من المسلسلات اللي سواء انت بتحب لك او بتكرهه لازم تتفق معي على نقطة انه لك بيعرف يعمل من جميع النواحي سواء سمعيا او بصريا انت كمشاهد كتير مستمتع في المشاهدة اللي عبتشوفها بطريقة معينة يعني طريقة عمل ما هتمللك انه انا والله طول وقت عبشوف اكشن طول وقت اكشن طول وقت اكشن لأ الطريقة اللي عبتنعمل فيها لانه جدا ممتازة والفريق اللي ينضاف كمان معمول بطريقة حلوة والسيناريو ما بدي قال لكم انه هو شيء فظيع بس ما هوش ضعيف انا كنت بتوقع انه يكون السيناريو شوي يعني ضعيف لانه معروف انه هيكون الموضوع حرب شاملة فقلت الحالي او انا توقعت انه سيكون في شوية ضعف يعني من ناحية الاحداث او من ناحية السيانوري لكن ما حقق لكم انه هو قوي ما حقق لكم انه هو ضعيف هو كان بالنص فبطريقة معينة ما حتمل انت في هذا السيزن النقطة الثانية اللي حبيتها في البارت وان من السيزن الخامس هو ما بعد تحرر البروفيسور بعد ما تحرر البروفيسور رجعنا شوي نعيش جو لكاسا دي بابل نعيش جو انه انت في عندك فريق وفي عندهم مدرب في عندهم واحد فوقهم هو اللي بيعطي الخطة هو بيقول لهم نعملوا هيك فخطط البروفيسور ارجعنا نشوفه بعد ما تحرر وانا من قبل ما البروفيسور يتحرر كان في عندي هيك هنا الصعب اقول انه يلا لازم الاحداث شوي تتحرك او يصير في شي انا كمجاهة انبسط فيه اكتر من هيك واللي هو صار بعد ما البروفيسور تحرر وبلش يقلون خطة عملوا هيك روحوا هيك ووقتي حط السماعات وصير يتمشى وصير يحكي مع الشرطة وكذا فهذا الجو انت ست تشوفه او بمعنى اخر بعد ما تحرر البروفيسور انت عشته في هذا السيزن فبطريقة معين هاي كمان اشغلي احبيتها انت تتاتي اللي عجبتني ولي كانت موجودة بالسيزانات الابل وهلأ ذات اعجابي فيها هو طريقة التصوير وتلوين المشاهد اللي جدا 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 ما هو طبيعي ما احلى التلوين اللي مشاهد في هذا المسلسل جدا متقن طريقة التصوير زوايا التصوير تحريك الكاميرا بطريقة معينة كلها ممتاز وفي لقطة جدا 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 عجبتني ويعني فعلا انا قلت لحالي انه اوكي هاي لقطة تستحق التسفيق وقت اللي كانوا برا القوات الخاصة وبدون يدخلوا من فوق من السطح فطريقة طلعتهم هن عبتسلقوا لقطة جدا جميلة زوايا التصوير كانوا عبي اخترعوا زوايا هن عبتلع بفرجوك ايها جدا ممتاز فبطريقة معينة لك تلوين مشاهده حلو وتصويره حلو لكن بهذا السيزن زادوا احترافية خلينا نقول للمخرج اعمل كم لقطة كمان احلى من قبل فبطريقة معينة هاي كمان النقطة زاد اعجابي فيها قبل ما ادخل عن النقاط اللي ما عجبتني في البارت وان في شغلة لازم اذكرها هي كانها المبسوط فيها انه انا نشرت بها حلقة توقعات للسيزن جديد في نقطة من النقاط او توقع من توقعات قلت انه اذا البروفيسور رح يحرر حاله ويطالح حاله من المأزق اللي هو موجود فيه عنده واحد من حال من اثنين وواحد من الحلول يعني ما صار طبعا الحل الثاني قلت انه اذا بده يتحرر لازم يستغل وضعية الولد اللي ببطن الشرطية وهذا اللي صار وانا وقت اللي صار هيك حسيت انه اع توقع كان حلو كتير انه هي وهي ماسكته وكذا طق ميت الراس اشتون هيك تنقل خلاص اعتبروني ما قلت فطقت ميت خلاص مدعي ده فالمهم قال له انه انا بوالده هي شوي في هبد في الموضوع انه هو ولد للمرة بس انه استغل الموضوع وصار اللي انا توقعته فيعني هي النقطة كان لاز ربماويها على النقاط اللي ما عجبتني في البぶرط احد سيزن خامس سيزن ما قامل أول نقطة والتي تكررت بالسيزن الأول وبالسيزن الثاني وبالسيزن التالت وبالسيزن الرابع وهلا عبدت كارغة في السيزن الخامس هي شخصية أرتوي تو يا اخي انا ما عندي مشكلة انه يكون فيها اي مثلثل او اي فالم شخصية مستفزل يا جماعة يعني بوصل على الموضوع انه لتbeltرة بالسيزن والثالث والتالت وبالرابعuje اكثرbecب ايش في نا اعجد الموضوع كتير انها في السيزن الخامس أو في الحلقة الثانية تحديداً والله الثانية أتوقع الثانية للثالثة صار يواجه الفريق كله لحاله بالرشاشات وزدت عليهم قنبلة وأخذ هذا تبعاً نار فبتطلع هيك بتحس إنه لا كثير كثير يعني خلص المخرج أوكي أنت بتعطيني شخصية مستفزة بس مو هيك يعني مو لها الدرجة هي يعني هو عدم أخذ مواطن عادي تخيلوا أنا هلأ أنحط فيك موقف أقوم أمسك الرشاش وأدربه وما بعرف إيش بعدين أفك القنبلة وأزدت عليهم قنبلة وبعدين إيش عملك هذا اللهب شغل وصار يرشهم في اللهب بعدين راح جاب الهي تمشي والفولياز ومدري إيش وصار يمشي فيه طب يا أخي الشي اللي كان عبي يعملو زياد على النزوم هي كانت شخصية مستفزة من قبل وصارت مستفزة أكتر ببتير في هذا السيزن فمنحي خلصنا منها عاكلين أكلت رصاصة وخلصنا بالشخصية رسمية ما متت بس إنه راحت خلص مو أكيد على البنك فبطريقة ما أنا هاي شغلة بالسيزنات القبل ما كانت كتير مزعجة لكن في هذا السيزن كتير طولوا فيها وصارت كتير مستفزة خلينا نروح للنقطة اللي ما عجبتني الثانية بيرلين وابنو ما بدي أكتير عن هاي النقطة لأنه ممكن ممكنها ابنو لبيرلين بالبارت 2 من السيزن الخامس يعمل شيء أو يكون له دور معين ما بدي أكتير عن النقطة كتير بس إنه إذا إذا بيطلع ابنو لبيرلين ما له دور في البارت 2 من السيزن الخامس أنا بدي أقوم أنتحراسي في الحيط وأخلص من هالقصة كلها بقى لأنه عضوك يعني إذا بنا نجمع هاي المشاهد كله في شيء نص ساعة بس لبيرلين وابنو خلينا نشوف البارت 2 بعدين نحكم على هاي النقطة بس أنا لازم قلت لحالي أذكرة إنه إذا ما صار فرح تكون سلبية بدي أقوم أنتحراسي في الحيط يعني فيعني هاي النقطة كان لازم نذكرا خلينا نروح على اللي بعدها الفلاشباك بهذا السيزن صار كثير كثير لدرجة إنه طيب خلص حاج يعني حاج تضيعوني من وقت يعني إذا بدنا نجمع الفلاشباك طبعا اللي ما له داعي يعني نقطة قبل شوية قلت لكم بيرلين وابنو إذا كان إلا داعي فهي مال علاقة في الموضوع لكن في شغلات مبينة أو ما لا داعي مثلا توكيو وحبيبة القديم أو قصة توكيو أنا مع إنه يكون موجود قصة توكيو ويعطيني إيها بشكل أضاق بما إنه هي ماتت ولي هي شغلي أنا كتير زعلت عليها بس إنه حلو بثير حلو إنه هنم يعطوني قصة توكيو إنه هي بده تموت فرجوني منين إجت وشوهم تعرفت على البروفيسور بطريقة الدقة بطالة فاصيل أكتر بس زودتوها يعني أوكي إنت فرجيتني إنه هي مع حبيبة كانوا يروحوا يسرقوا وبعدين مات حبيبة بعدين هي ضاعت بعدين البروفيسور رجع خلص حاج حاج عيب بس إنه لأ صاروا يفرجوك شغلات المقلة داعي أبدا فرجونا مشهد فلاشباك لنايروبي وتوكيو كمان ما قاله داعي بتحسنه يعني بلا بيمشي المسلسل هو حلو بس بلا بيمشي المسلسل هاي نقطة يعني أنا ما مللتني بس إنه يعني طب خلصوني يعني إيه خلصونا نكمل المسلسل أخييونا نصور ومن المنتج فعرفتو شلون يعني فهي النقطة كانت إلى حد ما شوي موزعجة طيب هلا خلينا بقى نختم في الحدث الأخير يلي صار في البارت وانه اللي والله يتشقق في قلبي أنا عب بيصير توكيو ودعت لبونديال في طريقة تعتبر تطحية من أجل الفريق فقالت لبروفيسور إنه أنت كنت دائما ملايك الحارس خلينا أصير أنا هالمرة لملايك الحارس للفريق وتكرر موتة بيرلين يلي مات إنه هو حمل الفريق وضحى بحاله مشان الفريق كمان توكيو ضحيت بحاله مشان الفريق على إنه زعلت بس كان مشاهد كتير حلو بوعف شلون بدنا نكمل السيزن الخامس بالبارت 2 بس إنزاء بعد ثلاثة شور لا أدري شون بدنا نكمل المدون توكيو وفيه كمان نقطة كتير مهمة إنه أنا بالحلقة اللي نشرتها بشكل عام كمان كل العالم وم بس كل العالم ما حدا كان بتوقع ولو ممكن هيك واحد في المية إنه توكيو تموت فتوقعت إنه فريق كله تموت والعالم كله تموت وتوكيو هي بالضل عايشة لأنه هي الراوي تبعها المسلسل من أول حلقة في السيزن الأول بس بقى يعني كانت فعلا حركة فوجائية حركة غير متوقعة أطلاقة من المخرج إنه قتل لطوكيو في طريقة كمان كتير حلوة فكان مشهد فخم مثل ما أطلقون على إنه زلت يعني بس خلينا نحكي الحق إنه كان المشهد فخم فيعني هاي هي مرادحتين كاملين خلينا نقول ل البارت 1 من السيزن الخامس عطونا نلاقيكم تحت في الكومنتات حطوا لايك على هذا الفيديو شتركوا زيما كم مشتركين إذا بدي أقيم البارت 1 رح أعطي صراحة سبعة من عشرة التوقع رح تكون عادلة ممكن حتى أنزل لستة ونصف بس خلينا نقول سبعة يعني شا ما تخيفك سور فسبعة من عشرة هو تقييمي لبارت 1 من السيزن الخامس عطونا كمان دقيقين كون تحت في الكومنتات ورأيكم بشكل عام عن المراجعة وعن رأيكم في البارت 1 هذا كان كل شان للفيديو اليوم استدنوا إذا انتم رشاق لك أسدي فابل فعلوا ضر الجرس واشتركوا في القناة لحتى بس ينزل الأعلان الأول للبارت 2 من المسلسل كمان نعمل عليه ردة فعله وبعدين سينزل السيزن الثاني في 3 ديسمبر لا تنسوا 3 ديسمبر سينزل البارت 2 من السيزن الخامس فكونوا مستنين ونشوفكم حلقة تجيب في طبيعة الأحوال السلام عليكم